متابعين ام تي بي الايف اليوم مع اتي كات ومع انا دين ظاهري اللي هيك رح تفوتنا شوي بأجواء بالعطان ورح نحكي عن اتي كات عيد الحب هاي نادين صباح الخير اول شي صلعت عقدي برار حبيبي تانكيو انت الحلوي تانكيو مارسي اليوم رح نحكي طبعا احنا يعني بما انه صار لي انا وياكم 12 سنة فكل سنة كان عنا حلقة عن عيد الحب وحكينا فيها كتير عن كتير اشياء وحتى اللي بيرجع لحلقتي هاديك السنة كان في قصة كتير حلوة على الحب والجنون وكيف اتفقوا مع بعضهم وليش دايما هن سوا فاللي بحب يرجع يشوفها في فوت على الام تي في ري بلاي وبيشوف كل حلقات اتي كات فيها اليوم رح احكي كمان على امور تانية بخصة بعيد الحب خصة بالعشاء الصغار بالجديد وكمان لحقلكم انه في عنا خليكم معي الى الاخر لانه في عنا اذا بتكون مفاجأة صغيرة حابة احكي عنا هيدا العيد هلأ الناس بتسألني طبعا انا كل سنة وكل السنة انا لازم يكون في عيد حب صحيح ولكن نحن وقتها منخصص ايام معينة بيصير فيها نوع من تضفق انرجي تضفق طاقة طاقة الحب هلأ بلشت مثلا من اذا بديك قبل مبارح بتحسي انه صارت العالم على الفكير امرار في ناس يمكن من قبل باسبوع هنه اول شيء العشاء الصغار لبعضهم باول حياتهم بس ان شاء الله يظل كل العمر الواحد عاشق اذا بديك ابدي كل الوقت يجدد هيدا الطاقة لانه هي من اجمل طاقات الانسان يلي بيقدر يعيش عليها وطبعا نحن ما فينا ننسى انه ربنا طلب مننا العبادة يلي هي اسمى درجات الحب يلي هي عليها يلي هي بتخلي الانسان يرتقي الى مرتبة الانسانية يعني انت اليوم انت بتكوني على هيدا الفريكونسي او على هذه الترددات فانت بتكوني باجمل الحليد للك بروح تبعيتك بتطهر ان كان حب الاخر ان كان حب الالهي هلأ نحن اليوم عم نحكي على عيد الحب يلي هو سين فالانتا كنا بنعرف انه هو كان قديس وزوج العسكر يلي كان مانع اذا بديك الامبراطور انه يتجوزوا لانه بدون يروحوا على الحرب فصار يزوجهم بالسر وهي حلوة كتير ليش لانه الانسان لازم يكون هو مرسى للحب يعني هايدي على الارض نحن في احلى من هيك وقت اللي يكون مرسى للحب ونحن يعني اذا بديك اجمل صورة تجلت نحن بنعرفها هو سيدنا المسيح يعني المسيح هو اسمى انواع تجليات هذا الحب فهو تجسد بالمسيح واللي نحن كمان منجرب انه نتمثل فيه هو اسم الحب صحيح فهلأ اليوم لح نحكي انه شو الخطوات سهرة مش سهرة ورد مش ورد هدية مش هدية مين بيقولها التاني بما انه كمان فيه ناس بتسألني فهل فيه السيدة او الصبيه هي اللي تطلب فالنتاين او تقول لحدا انه بي ماي فالنتاين نحن طبعا بعاداتنا الشرقية كتير بعدنا منعول على انه الشاب هو يلي بي 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 بيدر وبعدنا متمسكين بهذه الحالة ولكن نحن اذا ما نفكر بعيد الحب فهو عيد كل شخص حابب انه يقول كمان على طريقته فما فيه فرق بين الشاب والصبيه ولكن منقول انه نحن منحبز انه يكون الشاب يمكن ما بعرف ليش لانه كمانا من نعتبر انه فيه يعني لازم يكون فيه خجل وحية عند الصبيه بعد ما تخطيني فهل يجب انه الشاب هو اللي بيدر انا بعدنا من المدرسة اللي بتقول ايه ولكن مش معناتها اذا كان الصبيه بيدرت بهذا الشي لانه ممكن هي انه تتعرض لكسفة يعني يمكن اذا قالت له او ما كانت مأكدة فبتعرف انت ومش حلوة كتير خصوصا باول حياة الكبل يعني او باول حياة المراهقين او اللي بيحبوا بعض فممكن هذا الشيء اثر عليها سلبا بحياته بعدنا ولكن وحتى الشاب وقتا اللي كمانا بيتعرض للبخعة مش حلوة كتير فبدي اقول انه اذا احنا منا مأكدين انه هيدا الشخص يعني صار فيه بوح مسبق بهذا الحب وبيكون هو تكليل هذا البوح فرجاءا ما نجرب ان نعمل هيدا الشيء على عيد الحب منعا للالتباس او منعا لانه يكون فيه مفاجأة غير سارة كل عام نحكي اذا الشخصين يعني هن بيعجوا بعض بس ما انهم اكدين انه هن مع بعض بالضبط لانه هو هو اعلان حب يعني بي ماي فالنتاين هو اعلان حب وكأنه هلأ اليوم بديك تبلشي تكوني حبيبتي حبيبتي قلبي فهيدا الفكرة انه نحنا نطلب من التاني تكون ماي فالنتاين هو بهيدا الاطار هاي اول شغلي تاني شغلي اذا كان خاطبين خاطبين يعني او عارفين انه هن خلاص صاروا بعلاقة حب وبدوا يعمل لها بروبوزل فعيد فالنتاين هو مناسبة كتير حلوية كتير ناس بتقرنها في كتير ناس حتى بتتزوج يعني على هيدا بهيدا الديت لحتانا معا انه انا صراحة مع اني اختار غير ايام لايضال عندها ايام تانية اتنالك جفت اكثر صحيح ولكن هيدا كمانا شي حلو هلأ الورود والورد الاحمر ونحنا لازم نعرف انه توليب هو اللي كان اكتر مقرون بالحب يعني هو ورد الحب توليب بعدين اخذ الورد الجوري اذا بديك هذه الصفة يلي صرنا بنعتبر انه الوردة الحمرة الوردة وردة يعني الوردة الروز لان احنا مقوله ورود لكل شيء يعني بسي الوردة الحمرة هي لانه حجمة واللون الاحمر طبعا اللي بيرمز للقلب اللي بضخ الدم هل هو القلب ما قاله كتير عازب سو بس لانه بضخ دم وفيه احمر من هيك فبيصير الواحد مرتبط هذا الاعلان او الحب بالوردة الاحمر طيب نادين اذا عم نحكي عن الورد اذا حدا من يقدم ورد لالبنت اللي بحبه هل فيه اتكاد بهالموضوع يعني مثلا فيه اقدم وردة واحدة فيه انه اديه بالمينموم صراحة حسب البجت ما فيه يعني شيء بالاتكاد اللي بنتبعه الوردة واحدة هي اعلان حب فله السبب من هوني وبالرايح خليني اقول انه ما بدي كتير انا شجع على الموضوع الكوميرشل التجاري لانه الاعياد نحنا صرنا كتير عم نعطيها حتى هلأ فالنتين يعني ممكن من عشرين سنة ما كان له هلقدة حجم كبير مثلا انا بتذكر والدي والدي اللي هني عشاء اندلس كمان ابديين الوالد بيكتب شعر للوالدة ونحنا كنا نسمع هيدا الشي واستمر يعني استمر كل العمر انه يضل كل سنة يكتب له شعر الورد بعدين رجع اجع يعني انا ما بذكر انه والدي لانه الماما بتحب الاركيدي فهي وقت اللي بجي يبعث لها ورد بيبعث لها اركيدي لانه هي بتحب الاركيدي فما كان انه اساس بس الورد الاحمن لهالسبب انا بقول انه لازم يكونوا يعني الوردة واحدة هي اعلان حب بكل السنة طيب مش بس على فالنتين فيها تكون الورود لحال ونكادو ولا بيكون في كادو حد الورود لا الوردة لحالة هي كيفية خليني اقول الهديه هيدا اجت بالموضوع التسويقي اوكي يعني لازم نجيب الهديه لا مش لازم فيه اش قصص صارت مقرونة بفالنتين وما بعرف اذا بتتذكريها حتى في يعني كانت قديما كان فيه مثل قلب بينكسر نصف اسمين هو هيدا اذا بديك الاسطورة يلي هي اجت يعني اجت مقرونة بالحب فتقول الاسطورة انه كان فيه كائن موجود هو نصه رجال نصه مرة ولكن ملسق ببعضه فقدما تخانقوا مع بعضهم وقدما كان فيه نوع من هيك الصراع فالاليها قصموه النصين انا بتشوف تكافين لك كيف انتهيت بسنا نتوقف مع وقفة صغيرة ومنتابعة متابعين مع نادين داهر وقاتك تعيد الحب وكتام تخبرينينا عن الاسطورة صحيح فاذا هني كانوا كائن واحد مجموع وايجي تلاقي ليها وقصموه النصين ومن وقتها كل شخص بيفتش على نصه الثاني فوقتها اللي بتعملك في قلب بينقصم نصين انت بتعلق نصه وهو بيعلق نص وهيك غنية نوال الزغبي نص القلب رسمت له فاذا هاي هي كانت الاسطورة كل شخص على هالوجه على هالأرض عم بيفتش على نصه الثاني فوقت اللي بنلاقي نصه الثاني بيقدر يهدي هيدا الاشي فاذا هاي امور اذا بدك بالهداية حلوي حلوي يكون الى اذا بدك على بين الازواج بيقدروا يهدي اشياء حميمية اكتر ولكن الهدية المقرونة بعيد الحب ما انا بالنسبة لي لي مانا ضرورية بيقولوا كتير العالم انه لازم بس الشاب يهدي البنط ومشترور البنط تهدي الشاب بعيد فرعبا هي وقتها بدها تهدي اول شي لازم يكون شي قبول وكمان اذا هي حبت انه هو يكون هير فالنتاين لازم تكون كمان هي محضرة وردة حمرة مش حلو كمان الواحد بس يتكل على الشباب لازم الصبايا كمان يقوموا يعني لهم ورد للشباب اكيد اكيد بيعني لهم ورد بعدين فيه كارت وهيدا بدو يضله انتبهوا بعد لهلأ نحنا كخبرة ايتيكات منقول اعلى شي ممكن الواحد يهديه هو كارت يعني هو شي مكتوب بخط اليد فممكن يكون حتى هي تهدي قصص خصة فيه له يعني هون بيكونوا الكابل عم بيفهم بعضه لان الهدية مش انا رحت اشتريت اغلى شي رحت اشتريت اكتر شي انت بتحبه او انت انا فهمتك هالقدي هلا انا ما بدي لانه روح كتير كنت عزرون اليوم بدي احكي على ثلاث كتب اول كتبين هني لاميلي بوست يلي هو اول واحد اسمه essential manners for men لانه كتير ناس بتسألني essential manners for couples في كتير اشخاص بتسألني كانوا فيه كتب خاصة بالرجل والسيدة اما الكتاب الثالث اللي بدي احكي وهيدا من اجمل الهدية صراحة اللي اجتني اسمه the boy the mall the fox and the horse وانا بشجع كل شخص اول شي عنده ولاد او حابب انه يهدي هدية قيمة وإلى كتير معاني هيدا كتاب رائع رائع صراحة بيعلم الانسان كيف يكون انسان هو قصة صبي بيكون ماشي عم برحلة برحلته فبيكون بيلاقي خلد وبيرجع بيمشي وراهن سعلب وبيرجعوا بيلاقي احصان وكل الوقت بيضلوا يسألوا لحتينا يوصلوا اذا بديك لزبدة الحياة فبيقلوا what is the bravest thing انت شلتيا بس انا لحقول اهمة واحدة what is the bravest thing you have ever said ask the boy بيقلوا help وهيدي شغلي كتير مهمة صاف هيك الهور سأل بليز اللي بعدها what do you want to be when you grow up شو بدك تصير وقتا اللي بتكبر بيقلوا لطيف kind وهون جملة انا صراحة هي كل ما اقراها قلبي بيهز لانه فعلا قديش حلو انه نعلم هيدا هو طموحك الانسان انه يكون لطيف لطيف بها الحياة kindness هي شغلة رائعة وجميلة وحلوة وفيها كتير من صدق المشاعر بعيد الحب ما فيني قلكم الا قديش تكونوا kind في بعض صورة اذا سمحت لارا what's your best discovery ask the mall that I am enough as I am قال له شو اهم شي اكتشفته شو اهم اكتشاف قال له اني انا اكفي مثل ما انا واني انا ما في داعي اتغير لحتنا العالم الاخرين يقبلوني انما انا لازم يقبلوني مثل ما انا والتغيير هو لقلي انا مش للاخرين فانتو اذا هيدا الكتاب فعلا بتلاقوه يعني وفي فيديو كمان اذا بتفرجوا الولاد هيدا هيدا الفيديو انا بقول يمكن منكون in a better world very 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 important and nice وان شاء الله يا رب كل ايام نعيد فالنتاين وكل سنة تحبوا انتو بخير ويضل الحب هو سيد كل المواقف انا بتمنى لك كمان الحب يضلوا موجود بكل حياتك شكرا 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 مشاهدينا واقفة صغيرة ومنتابع